اتنين مرضودات ومسموحات المشتريات purchase returns and allowances ألف مرضودات المشتريات purchase returns هي عبارة عن رد جزء من البضاعة المشترى وذلك إذا كانت هذه البضاعة تالفة أو بها عيوب أو أنها غير مطابقة للمواصفات ويحدث ذلك بعدما يتم استلام المشتريات أو البضاعة المشترى وإثباتها في الدفاتر تحت اسم مشتريات ويمكن أن تعالج هذه المرضودات عن طريق تخفيض المشتريات ولكن بديلا عن ذلك يفتح لها حسابا باسمها يسمى حساب مرضودات المشتريات ويعالج عكس المشتريات فإذا كانت المشتريات مدينة فإن هذا الحساب يصبح دائن لأنه تخفيض لقيمة المشتريات ويسجل كالآتي في حالة المشتريات النقدية في دفتر اليومية يكون من حساب الصندوق أو البنك إلى حساب مرضودات المشتريات فرضا المبلغ كان بخمسمائة ريال إثبات مرضودات مشتريات نقدا يوم ستة واحد نلاحظ هنا أن مرضودات المشتريات جاءت دائنة لأنها عكس المشتريات المدينة أما إذا كانت المشتريات آجلة فإنه يتم إجراء نفس القيد ولكن يكون الطرف المدين هو حساب الدائنين من حساب الدائنين إلى حساب مرضودات المشتريات إثبات مرضودات مشتريات بالأجل بمبلغ ربعمائة ريال رقم افتراضي يوم تمانية واحد نلاحظ في كل الحالتين أيضا أن مرضودات المشتريات تأتي في الطرف الدائن لأنها عكس المشتريات لأنها تخفيض للمشتريات بهم مسموحات المشتريات Purchase Allowances وهي تعني الاتفاق بين المشتري والبائع بدلا من أن يقوم المشتري برد البداية البضاعة غير المطابقة للمواصفات أو التالفة إلى البائع فإنه يتم الاتفاق على تخفيض جزء من ثمن هذه البضاعة غير المطابقة للمواصفات بدلا من أن يتم إرجاعها فمثلا إذا كان سعر الوحدة كان 100 ريال قبل حدوث اكتشاف عدم مطابقة البضاعة للمواصفات فبدلا من أن يقوم المشتري برد البضاعة قد يتفق مع البائع على أن يكون سعر الوحدة الجديد عقب ذلك هو 90 ريال فقط وبذلك يكون هناك تخفيض أو سماح في سعر هذه الوحدة قدره 10 ريال هذه العشرة تسمى بمسموحات المشتريات وتعالج بنفس طريقة معالجة مردودات المشتريات بحيث أنه يفتح حسابا لها هذا الحساب هو عكس المشتريات أي أنه يكون دائن لأنه يمثل أيضا تخفيضا للمشتريات ويكون القيد أيضا في حالة المشتريات النقدية من حساب الصندوق أو البنك إلى حساب مسموحات المشتريات إثبات مسموحات مشتريات نقدا يوم 9 واحد وكان الرقم افتراضا ب700 ريال أما إذا كانت المشتريات تمت بالأجل فأنه يكون نفس القيد ولكن بدلا من الصندوق يكون حساب الدائنين إلى حساب مسموحات المشتريات إثبات مسموحات مشتريات بالأجل يوم 7 واحد ورقم افتراضي ب300 ريال نلاحظ في الحالتين السابقتين أن مردودات ومسموحات المشتريات هي دائما عكس المشتريات أي أنها تكون دائنة وذلك لأنها تمثل تخفيضا لمصروف المشتريات كذلك فإن رصيد حساب مردودات ومسموحات المشتريات يجب أن يكون دائنا أيضا لأنه يمثل تخفيضا للمصروف ترجمة نانسي قنقر